الحكومة تشكو إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تعثراً يهدد بفشل اتفاق الرياض تطور يعكس خطورة المراوحة عند نقطة البداية فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق الذي تمثل السعودية ضامنه الرئيس ويرى المراقبون هذا التصعيد بأنه يأتي في سياق مواجهة غير معلنة مع الإمارات التي ارتبطت بسلسلة من التجاوزات الميدانية وعزي إليها التعنت الذي يظهره المجلس الانتقالي وميليشياته أمام جهود تنفيذ الاتفاق رأي كهذا يدعمه التصريح غير المعهود الصادر عن قائد قوات التحالف بعداً العميد مجاهد العتيبي بشأن قدرة بلده الضامن وعزمه على تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض هناك معوقات هناك صعوبات لكننا قادرون وبكل حزم وعزم على تذليل جميع هذه الساعة والعمل على تنفيذ جميع منود اتفاقية الرياض وفي ظل التغاضي السعودي المقصود الذي يفترضه المراقبون اجتامع وزير الخارجية محمد الحضرمي في الرياض مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ليعرض عليهم ما يجري في مسار تنفيذ اتفاق الرياض مبرى بين الحكومة والمجلس الانتقالي استعرض الوزير إنجازات الحكومة منذ عودتها الجزئية إلى عدن ومباشرتها في تطبيع الأوضاع بالمدينة والمحافظات الأخرى الواقعة اسميا تحت نفوذ السلطة الشرعية وشاملت صرف المرتبات وتغطيت الفاتور الباهظة لمحطات توليد الكهرباء بالوقود فيما يستمر المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بوضع العراقيل في طريق تنفيذ الاتفاق اعترض الانتقال عمل الفريق الميداني وقام بالعديد من الخروقات والاستحداثات لإعاقة أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق يوم لاحق كما جاء على لسان الوزير الحضرمي الذي شدد أيضا على أن التنفيذ الكامل والمتسلسل لبنود اتفاق الرياض يمثل نقطة تحول كبيرة باتجاه المحافظة على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن وسلامة واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ذهب في هذا الاتجاه نفسه لكنه توسل أسلوبا أكثر دولماسية خلال حديثه لقناة الإخبارية السعودية نقلت بعض محتواها النسخة الحكومية من وكالة الأنباء اليمني سبا اعتبر رئيس الوزراء أن بعض الناس لم يفكروا أننا بصدد بناء حكومة ومؤسسة جديدة والمفترض أن لا ننقل الانشقاق إلى داخلها أو نحدد مساحات نفوذ فيها معربا عن أسفه لأن البعض لا يزال في الخندق السابق في إشارة إلى المجلس الانتقالي طرف الآخر في اتفاق الرياض الكرة إذن في ملعب الرياض بإزاء العراقير التي يضعها المجلس الانتقالي والإمارات في طريقة تنفيذ المتسلسل لهذا الاتفاق الذي تقدمه السعودية كأهم إنجازاتها على الساحة اليمنية الملتهبة